وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا هذا التفسير هو أحد الكتب الأربعة التي هي عمدة في التفسير وتفسيره يعاد من التفاسير اللغوية وهو متن متين وأصل أصيل من بين التفاسير مع التنبيه إلى أنه وقع فيه شيء من التأويل وبما يوافق العقيدة الأشعرية وخلف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلا أنه في اللغة أصل أصيل ومتن متين يحسن لطالب العلم أن يعتني به وأن يتربى عليه وقد اعتنى به أهل العلم ولهذا الكتاب أكثر من 120 حاشية وهذا دليل على أهمية هذا الكتاب وعلى طالب العلم أن يتربى على مثل هذه المتون لترسخ في قلبه معاناة العلم واحترام وإجلال العلم وإن كان في بعض ألفاظه صعوبة ووعورة إلا أن العلم له حرمة وله إجلال لابد أن يتربى عليه طالب العلم بالإضافة إلى ما سيستفيده طالب العلم أنه إذا تربى على مثل هذا المتن أنه يستطيع يخوض في أي متن من المتون مهما كانت ألفاظه وعرة أو صعبة فإنه يستطيع أن يجتني منها الفوائد الطيبة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر